تمكنت عناصر المناصرية الإقليمية لأمن الطرقات التابعة لمجموعة تدرك الوطني بوهران من حدز سبعين كيلوغرام من مدتين الجبن الطري والكاشير غير صالح للاستهلاك أثناء قيام ذات العناصر بخدمة خاصة بشرطة الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ربط بين مدنتين مستغانة موهران وتحديدا مقابل مصنع الحديد والصلب توسيالي حيث وبعد الاشتباه في مركبة تجارية تم توقيف صاحبها ومراقبة الوسائق الادارية والأجهزة التقنية الخاصة بالمركبة وبعد إخضائها للتفتيش دقيق تم ضبط على متنها حوالي 10 كيلوغرام من جبن الطبخ منتهي الصلاحية بالإضافة إلى 60 كيلوغرام من مدت الكاشير بدون امتلاك صاحبها لفطورة الشراء يتم حظ المركبة والصلعة واقتياد المشتبة فيه لمقر السيرية الإقليمية لأمن الطرقات التابعة لأدرك الوطني لاستكمال التحقيقات معه